المسيح كان واضح جدا في تعليمه المسيح اتكلم عن الآلام وقال إن أراد أحد أن يتبعني فلينكر ذاته ويحمل صليبه كل يوم ويتبعني ثم قال طوب لكم إذا اضطهدوكم وعيروكم بل تكلم أنه سيأتي وقت أنهم سيقتلونكم يسلمونكم في المجامع ويقتلونكم وكأنهم يقدمون خدمة لله يعني القتل باسم الدين وهذه نبوة المسيح عم بتتم عم نشوفها في هذه الأيام احنا مش بس نتكلم على الموت الاستشهاد اللي كان في قديم الأيام الكل بتابع شاشات الأخبار عم نشوف المسيحين اللي بتموت في الباكستان أو في أفغانستان أو في أماكن عديدة ولا ننسى طبعا الفعلة الرهيبة التي حدثت في ليبيا 21 شاب مصري وقادوهم للموت وهم طبعا يعني يطلبون الغفران لقاتليهم وعندما تحدثنا إلى الأهالي أيضا غفروا لهؤلاء القتلة فإذن تعليم المسيح واضح جدا إنه ليس التلميذ أفضل من معلمه إن كانوا قد فعلوا في العود الرطب فكم بالحري سيفعل بنا فإذن الرب يسوع تنبأ عن الآلام وتنبأ عن الاتهادات وتنبأ عن الضيقات عن ضيقة عظيمة سوف تأتي وتنبأ إنه أتباعه فعلا سوف يقتلون وهو الذي قال لتخافوا من الذي يقتل الجسد فإذن هذا الشيء كان متوقع ترجمة نانسي قنقر